نبدأ نكمل على تمارين مقاومة وكيف نسوي لنا برنامج فيه احنا تكلمنا على العضلات الكبيرة والعضلات الصغيرة فالعضلات الكبيرة عدد تمارين يفضل القيام بأربعة تمارين مختلفة على الأقل تمارين مختلفة يعني أجل العضلة من ناحية مختلفة مثلا عندي الليكز عندي القلوتس وعندي الكوادس وعندي الهامس فأمرد العضلة من الأمام والعضلة الخفية مثلا الأكتاف عندي الكتف الأمامي والكتف الخلفي وفي الجانب فأنا أحاول التمارين هذه العضلات الكبيرة أسوي لهم أربعة تمارين أربعة تمارين مختلفة يعني التاقي العضلة من جهة مختلفة من اليمين ما أدري من الأمام ومن الخلف ومن الجامع مثلا يعني كم مرة الجولة يعني ثلاثة لأربع جولات هو تمارين عادة نفس التمرين أعيدة التكرار أسوي من ثمان إلى اتنعاش مرة إعادة نفس الحركة فهم يعني أنا كم مرة أسوي التمرين أسوي ثلاث مرات وكل مرة أسوي 12 عدة العدات يعني أو التكرار العضلات الصغيرة أسوي لهم من 2 إلى 3 تمارين ونفس الشيء أحاول أني أنوع في التمارين مثلا مرة أستخدم دمبلز مرة ثانية أستخدم باربل مرة أستخدم جهاز أنوع في التمارين وأحاول أسوي أمر العضلة بطريقة مختلفة الجولات من 3 إلى 4 جولات وتكرار من 8 إلى 12 تكرار عيد نفس الحركة يعني طيب كم مدة رياضة المقاومة ما نحسبها بالوقت بعكس الرياضة الهوائية أحسبها بالوقت هذي أحسبها بالتمرينات والجولات والتكرار يعني كم مرة سويت كم تمارين سويت التمرين مختلف كم جولة في كل تمارين وكم تكرار في كل جولة هذي اللي قلناهم قبل شوي يعني حسب الجمعية الأمريكية لخسارة الوزن ينبغي ممارسة الرياضة رياضة المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا مع مراعاة أن التمرين يشمل العضلات الكبيرة يعني أنا لو مرة مرة ما عندي وقت أحاول أمارن تمرين العضلة الكبيرة والعضلة الصغيرة أوكي يعني مضروري مرة قد العضلة الكبيرة يعني ينبغي التدرج في زيادة الوزن وبصفة عامة يجب أن يكون الوزن الذي تمارس به التمرين يسمح لك بتكرار لا يقل عن ثمانية يعني ما يكون خفيف مرة أضال أسوي لماذا كم عشرين عدة المفوض يكون ثقيل بحيث أني ما أقدر أزيد عن اطنعاش وما يكون مرة ثقيل أني ما أقدر أكمل لثمانية يعني الوزن متوسط لدرجة أني أقدر أسوي من ثمانية إلى اطنعاش إلا كان خفيف أو ثقيل جدا فيه أبز الموجودة على التليفون أقدر أستخدمهم عشان يساعدوني سوف أركع التلقي كلها الجهد والعناء تقدر تنزل اسمه ووركاوت اختيار الرياضة الهوائية أو رياضة المقاومة الرياضة الهوائية سيعطيك بعض النصائح لإستخدام الأجهزة رياضة المقاومة عليك اختيار العضلة للمراد تمرينها وسيعطيك مجموعة من التمارين مع فيديو سريع لتوضيح التمرين في هذه الأمثلة عليها فيه مثلا برنامج اللي يعد لنا الخطوات فيه خطواتي مثلا يعني لو أنت تدخل على هذه أبستور وتكتب مثلا الخطوات عداد الخطوات بيطلع لك هذه خطواتي كم المفروض نوصل عشرات آلاف خطوة في اليوم يعني أفرج هذا في بادي بيلدنك ممتاز جدا موقع فيه تمرين روتينات يعني مثلا أنا أمرن جزء علوي سفلي أمرن عضلتين كل البرامج أمرن كل الأشياء موجودة بالتفصيل اسمه بادي بيلدنك بعدين تريننك هذا اللينك حقه تقدر تفتح عليه وتشوف هنا يعني أنا أدخل عليه في الأكسس بعدين هذي حق تمارين بطن كلهم يعني نوعي تشوف التمرين لناصبك شنور هدف حقك وتطالع فيه هذي الأشياء طيب كذا بنختم عند هذي عشان نبدأ المرة الجاية كيف أنا أراقب تطوري أنا الحين مشيت في الرحلة إلى طريق يعني بديت بديت الدايت وبديت اكسرسايز كيف أعرف أقيم أدائي هل أنا ما شفت الطريق الصح أو لا لازم أساوي لنفسي سوف نشوفها إن شاء الله